تفاصيل منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على المملكة في عطلة نهاية هذا الأسبوع والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير تتأثر الأردن يوم الجمعة بمنخفض جوي مصنف بأنه من الدرجة الثانية وفقا لمقياس شدة المنخفضات الجوية المبتكر من تقس العرب ومرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة بحيث توقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الجمعة وتصبح أقل من معدلاتها المعدادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات ويكون التقس باردا نسبيا في أغلب المناطق وباردا فوق المرتفعات الجبلية العالية وغالبا غائم وتهتر الأمطار على فترات وعزاء من شمال ووسط المملكة تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا وقد تؤدي لجراين الأودية والشعار في بعض المناطق مع ازدياد لنشاط سرعة الرياح بحيث تكون نشطة ومترافقة بهبات قوية أحيانا وتثير الغبار وربما العواصف الرملية في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق الأملكة ويبتعد المنخفض الجوي تدريجيا عن أجواء المملكة يوم السبت ومع ذلك تسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق وتكون باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية مع استمرار لهطول زخات من الأمطار على فترات من أجزاء من شمال المملكة ووسطها بمشيئة الله نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم أن نزيدنا المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقصي العرب دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري